موسيقى أهلاً أحبائي من كفر نحوم من المجمع القديم اللي بتطل على البلدة بلدة كفر نحوم المنهدمة وطبعاً منشوف كمان بيت بطرس أو كنيسة الرسول بطرس رح أتكلم عن دينونة كفر نحوم إحنا شفنا عدم إيمان كفر نحوم ولكن في هذا الفقرة أو في هذه الفقرة رح أتكلم عن الدينونة دينونة كفر نحوم قال يسوع إن سكت هؤلاء فالحجارة تتكلم وفعلاً اليوم الحجارة بتتكلم في كل مكان واللي بشاهد البرامج في المواقع الكتابية بتعرفوا أن أنا بسافر على أماكن كثيرة منها تركيا، اليونان، الأراضي المقدسة ووين ما بتروح بتشوف حجارة بس هذه الحجارة بتتكلم يعني لما كنت في أفسوس تذكرت كلام الرب لكنيسة أفسوس عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى فتب واعمل الأعمال الأولى لألأتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب الكي المفتاح هو التوبة فإذن هذه الحجارة بتتكلم شو بتتكلم؟ شو بتتكلم عربي ولا لغة تانية؟ بتتكلم رسالة سماوية لكل من يشاهد إنه لكل فعل في ردة فعل وما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضاً وأنه في كل شيء في عواقب وفي دينوني والخطيئة طبعاً أجرتها موت كما يقول الكتاب المقدس أوليس عجباً شعب الناصرة لم تؤمن بالمسيح بل أرادوا أن يطرحوا المسيح من الجبل المسيح التي قالت عنه الجموع في إنجيل متى إصحاح 21 ولما دخل أرشليم ارتجت المدينة كلها قائلة من هذا؟ أجابت الجموع وقالت إنه يسوع النبي الذي من ناصرة الجليل ابن الناصرة النبي بقل التعريف اللي تنبأ عنه موسى ومع كل هذا شعبه رفض ولم يؤمن بالمسيح أوليس عجباً مدينة السلام أرشليم لم تعلم ما هو لسلامها قال يسوع هو ذا بيتكم يترك لكم خراباً وفعلاً سنة سبعين ميلادي جاء طيطس ودمر المدينة ودمر الهيكل دمر أرشليم وأخذ إلى السبي ناس كثيرون وهنا أحبائي كفر نحوم كفر نحوم تعني مدينة الراحة أو قرية الراحة أو قرية التعزية لم تعلم ما لراحتها لقد عنف المسيح المدن لقد وبخها وقال لكفر نحوم والمدن اللي حواليها وأنت يا كفر نحوم المرتفعة إلى السماء ستهبطين إلى الهاوية نعم أحبائي لاقت كفر نحوم دينونة فواجهة زلازل عديدة واليوم بتشوف كل بيوت الحجارة القديمة الحجارة السوداء البازلتية وسواء المجمع القديم اللي هو من الحجارة البازلتية اللي هو تحت هذا المجمع والمجمع هذا الأبيض اللي من القرن الرابع تم تدميره بالكامل حدثت عدة زلازل في هذه المنطقة وفي القرن السابع كانت مهجورة تماما شافت الدينونة وتم كلام يسوع المسيح والشيء الأغرب أنه كان في تسع مدن حول بحيرة طبرية شايفين البحيرة حولي فأيام المسيح كانت مزدهرة وعامرة قرى ومدن لكن اليوم بتشوف وبتحس في هدوءها لأنه بحيرة طبرية واحدة من الأماكن المفضلة بالنسبة إلي مدن تسعة كلها اندثرت مع هذا بلد واحد اللي هي طبرية طبرية كانت بلد وثني بناها هيرودوس أنتيباس لتيباريوس كايسر مشان هيك سماها طبرية وهي المدينة اللي يعني بقيت فيها سكان لليوم وهي المدينة الطبرية أصبحت المدينة الدينية الرابعة المدينة الأولى هي أورشاليم بسبب الهيكل المدينة الثانية بسبب الآباء إبراهيم إسحاق ويعقوب في الخليل اللي هو حبرون والبلد الثالثة بالشمال اللي هي صفض واللي قال عنها يسوع لا يمكن أن تخفى مدينة موضوعة على جبل والمدينة الرابعة الطبرية لكن أصبحت مدينة متدينة يهودية كل هذه المدن الأخرى لا ترى إلا أكوام الحجارة وبوادر وأثار الدمار في كل مكان تعرفوا لقد وصف التلمود اليهودي أهل أو سكان كفر نحوم بالفاسقين بكلمات أخرى هذه البلدة كان عندها أعظم فرصة هذه الفرصة تكلم عنها يسوع لو كانت هاي الفرصة عند سدوم وعمورة قديما لتابتاء في الرماد فهذه البلدة سامعوا ورأوا يسوع المسيح سمعوا صوته تعليمه وشافوا معجزاته ولكن الأعجب كيف لشخص لا يؤمن ولسيما عندما ينظر إلى وجه يسوع المسيح فعلا أحبائي تمت النبوة وهذه البلدة دمرت بالكاملة أرادوا أن لا يتركوا حياة الراحة لكن الله لا يريحهم كما قال يسوع لواحد من التلميذ ليس أحد يضع يده على المحرات وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت السموات عقبها لعدم إيمانها لأنهم رأوا الأدلة ورأوا البرهين ولكنهم رفضوا الإبن دينونة الرب لابد أن تأتي يقول الكتاب المقدس الذي يؤمن بالإبن له حياة أبدية والذي لا يؤمن بالإبن لن يرى حياة بل يمكث عليه غضب الله ها نحن نقف على التاريخ في المناطق التي اكتشفت بلد يسوع أو وطن يسوع الثاني كفر نحوم ولكن الحجارة ما زالت تصرخ انتبه احذر احذر لروحك أو كما يقول الكتاب المقدس أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله لأن ليس عند الله محاباه فإذن هذا درس من التاريخ شافوا المعجزات شافوا يسوع ومع كل هذا لم تؤمن لكن في كتير ناس آمنت طبعا في قطيع كبير من هذا البلد اللي آمن في يسوع المسيح ولكن بشكل عام عاقبها لعدم إيمانها بسبب كل الدلائل والبراهين رفضوا الإبن تعرف حبائي مكتوب عن الرب إنه جاي ولا يتباطع عن وعده كما يحسب قوم التباطع لكنه يتأنى علينا لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة المفتاح هو التوبة المقرونة بالإيمان من كفر نحوم صليها وقول له يا رب ارحمني ارحمني أنا الخاطئ صليها وقول له يا رب أنا بتوب أمامك هاي يمكن فرصتك اليوم من خلال الشاشة قل له يا رب أنا بتوب أمامك ارحمني فالله الآن يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل توبوا لتمحى خطياكم لكي تأتي أوقات الفرج من واجه الرب أو كما يقول مزمور اتنين قبلوا الإبن أي يسوع المسيح قبلوا الإبن لألا يغضب فتبيدوا عن الطريق ترجمة نانسي قنقر